شرعة المديرية العامة للأمن الوطني في طبعة ثانية هذه السنة للحملة الوطنية للتبرع بالدم وللسنة الخامسة على التوالي وسط عوان الشرطة بمركز الحماية والأمن ببجر راح في الجزائر العاصمة هذا بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية للقبة أي تنطلقت حملة التبرع بالدم وتستمر على مدار ثلاث أيام كما تدخل هذه المبادرة ذات الصلاة بالجانب الإنساني وتضامن مع مختلف شرائح المجتمع لتحسيس المواطنين بضرورة التبرع بالدم لفائدة المرضى المتواجدين بالمستشفيات وتزويدهم بهذه المادة الحيوية الهامة في العلاج التغطية لوليد مهاجري طبعة ثانية حملة التبرع بالدم على مستوى مجموعة الحماية والأمن ببجر راح هذا بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية بالقبة طبعا هذه الحملة سبقتها حملة طبعة الأولى خلال شهر مارس هنا تم جمع ما يقارب مئتين وسبعة كاس من الدم هذه العملية والمبادرة الخيرية تدخل في إطار تشيط دشور التواصل مع مختلف فئات المجتمع عمل خيري إنساني يدخل ضمن تقاليد المديري العامة للأمن الوطني حملة هذه تعتبرها تعدم يعتبر هذا السلوك هذا إنساني وحضاري ولمفاتئة المديرية العامة للأمن الوطني أن تقوم بهذه المبادرة هذه عدة مرات يعني كل ما تتيح لها الفرصة في السنة وين راكوا تشوفوا بالليرة هم جاوا يعني بمجموعات هائلة لأنهم عندهم الحس المدني والحس الإنساني من جهتهم أعوان الشرطة الجزائرية كانوا مع الموعد واستحسنوا هذه المبادرة خاصة وأن عملية تبرعي بالدم هي فعل أخلاقي وإنساني هذه حاجة مليحة لأننا متعودين عليها كل ما تكون هكذا تبرع بالدم ونزع من نكون من الأوائل حاجة مليحة ونعاون بها لأن الناس يمحتاج هذا الدم مدى بنا أي واحد يتبرع بالدم مبادرة خيرية من الشرطة الجزائرية وإحنا الشرطة العمل تاعنا بدرجة الأولى عمل إنساني ومش هذه المرة الأولى دائما المديرية توصينا بالعمل الإنساني وفائدة لنا كل شكل بدل الدمتانا وما تقدمون أنفسكم من خير تجدون عند الله من جنب الديني